انطلاقا من دور القوات المسلحة الرئيسية في تأمين وحماية الدولة الليبية والحفاظ على الامن القومي الليبي وبتكلفات مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر نفذت القوات الجوية عددا من الضربات المركزة نهارا وليلا استهدفت عددا من تمركزات الميليشيات المسلحة والعناصر الارهابية في العاصمة طرابلس بعد التنسيق والتدقيق الكامل لكافة المعلومات حيث شاركت فيها تشكيلات من المقاتلات الليبية متعددة المهام واصفرت الضربات عن تدمير كامل الاهداف المخططة والتي شملت مراكز تدريب وتمركز الميليشيات والعناصر الارهابية التي شاركت في التخطيط والتنسيق على دمار السيادة الليبية وقد عادت نصور قواتنا الجوية سالمة إلى مقراتها بعد تنفيذ مهامها بنجاح فيما تواصل القوات المسلحة مهامها للرد بكل قوة لحماية الدولة الليبية وردع أي محاولات للمساس بعزة وكرامة شعب ليبيا العظيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة